وزي ما شفنا في التقرير وباعتبار أن 2022 هو عام المجتمع المدني التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اختتم أعماله السنة دي بتتشين قطار الخير والانطلق مع أول شهر في ديسمبر في محافظات الصعيد وده من خلال قوافل تنموية وطبية وتوزيع مساعدات عينية وكمان إعادة تأهيل المنازل في عدد من القرى الأكثر احتياجا خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن قطار الخير إيه هو ضفنا الموجود معنا النهاردة الأستاذ هاني عبد الفتاح وضع تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هيكلمنا أكتر عنه صباح الخير عليك صباح خير عليك وصباح خير عليك يعني إيه هو قطار الخير وبيستهدف كام محافظة يمكن عاية أقول بس حالك من البداية خالص يمكن تحالف الوطني بدأ في مارس السنة دي وبتدينا نشتغل مع تحالف الوطني كجمعات أهلية يمكن إحنا موجودين حالياً 24 جمعية ومؤسسة مع التحالف الوطني طبعاً بنتشرف أن إحنا موجودين مع التحالف الوطني لأنه فعلاً عمل تنظيم وتعظيم للجهود للجمعات الأهلية كلها زائد كمان أنه بقى فيه سيستم قوي جداً موجود في عليه ذاته عليه أسماء المواطنين بقى كم بطيقهم مين الأقصر احتياجاً إيه الكرة اللي فعلاً لازم ننزلها عشان محتاجاناً فبقى فيه تنظيم حلو جداً بالنسبة لنا نحن نقدر نشتغل عليه يمكن كتار الخير الحريك أشرت عليه كتار الخير بدأ من أول فعلاً الشهر ديسمبر ابتدنا بمحافظة إينا كقوافر ستر وعافية يمكن بننزل أكثر من 15 كيان جمعية ومؤسسة كل واحد بينزل يعمل النشاط بتاعه أنا كتار الخير بنزل بقوافر طبية للعيون بنزل قدم سكري مبادرس مع قدم صحيح احنا بقى بننزل كمان كشف وعلاج وعمليات يعني مش بنعمل الكشف وبس نعمل خدمة متكاملة بحيث بفيه كمان مصدقية بيننا وبين الأهالي بننزل فيه كناس تانية مثلاً زيبة هي بتعمل توعية لمرضة سرطان السدي مش عارف سالة بتوزع بطاطين وملابس كل واحد بيعمل النشاط بتاعه فده بالنسبة لنا تعظيم فعلاً للجهود وزي ما بين فيه مواطنينا وأهالينا في كل محافظات مصر وده حاجة ما بالنسبة لي مهمة جداً خلصنا محافظة إينا دخلنا على قارية الفرسية في مركز إيسنا في الأسر عملنا 30 منزل إعمار بيوت وهد منازل فعلاً منازل أكتر من رائعة ألوانها والسلاميك والدهانات وحاجة جميلة جداً سكن كريم فعلاً للمواطن عملنا كمان جمدانهم الفرشي للمنزل ده عملنا 30 مشروع تمكين اقتصادي اللي هو 30 مركب صيد بأدوات الصيد بمطور بحاجة كانت شكلها أكتر من رائعة وده كان مهم برضو تمكين اقتصادي ده ولأنه هو تمكين اقتصادي بالنسبة لنا بيخلي القارية نفسها يبقى فيها رواج وتمير صديرة مهمة عشان حتى موضوع الفقر نقدر ان احنا نشتغل عليه فيبقى يبدأ وهم في مصدر رزق ودخل وكده يبقى خليني يعني اعمل كده نظرة تاريخية يعني انا اللي كان ينقصني في فعل الخير قصة المعلومة رضا ما بقى عندي التحالف الاهل الوطني فيه اكبر جمعيات اللي بتعمل خير في مصر بس ده بيعمل طب ده بيعمل بطاطين ده بيعمل صح كده ولا مغلطان صحيح والحكومة هي اللي اعملها الامبريلا او اعادتكو على تراويزة واحدة مظهور قصة بقى ان انا اقولك انا مثلا عندي في الصعيد يا جماعة محتاج عمليات محتاج هنا بطاطين محتاج هنا مش عارف ايه ده بيحصل ازاي يعني كلمني على قليل قبل كده حصل ايه وبعد كده حصل ايه طب احكلمك يعني من طول صراحة احنا قبل كده خالص كان الموضوع عشوائي ما كانش فيه تنظيم ده وكنا كلنا كجماعيات بنشتغل بس ممكن ننزل مش محافظة واحدة في قرية واحدة نوزع كل حاجة وسبته باقي قرية مش موجود شفت بقى انا باعتبر ان من منذ انطلاق سات رئيس عفتاح السيسي لمبارسة حي كريمة في يناير 2019 هو دي كانت البداية الحقيقية لتوحيد العمل الاتماعي في مصر انا باعتبرها مش كانت هدية للمواطن المصري بس الاقصر احتياجت هي هدية كمال للجماعات الاهلية لان احنا بطينا نشتغل ونشتغل برنظومة متكملة وازاي بقى فيه تكامل ما بيننا وبين بعض ده ما كانش موجود قبل كده ازاي احنا بنشتغل مع بعض دي ونساعد بعض دي حاجة مهمة جدا وفي الاخر هو عيد على المواطن المصري فتوجهات سات الرئيس وانطلاق مبارسة حي كريمة هي كتل بداية الحقيقية للي بيحصلت دلوقتي ويكون حاجة جزي ما اشارتي السنة دي هو 22 هو عامل جمعيات ده بخلينا كمان بدينا دفعة قوية جدا ان احنا لازم نثبت ان احنا فعلا يعني الجامعات الاهلية حاجة لها دون مهم جدا لان انا بلدو بعتبر ان الجامعات الاهلية والمواصلات الاهلية هي الزراع الايمان للحكوم لازم نبقى اكتر من كده كمان عشان نقدر نغطي احتياجات الناس لان احنا حاليا في التحالف الرطني 24 جامعية ومواصلات هما اكبر 24 جامعية ومواصلات اكبر من ناحية النشاط اللي بيعملوا على الارض يعني الحمد لله كل يوم موجودين على الارض بنعمل حاجة جديدة بس محتاجين اكتر من كده محتاجين جامعات اكتر من كده فعالة عشان نقدر نقدم اهلنا في محافظات اكتر طيب انتو 24 جامعية مؤسسة ازاي بيتم التواصل والتكامل ما بينكم يعني النهاردة عشان تتجنبوا فكرة انه تعملوا مثلا تقدموا اعمال لقرية والتانية تبقى منسية ازاي بيتم التواصل ما بينكم والتكامل ما هو ده بقى هو ده التحالف الوطني اللي عامله حاليا ممكن حتى برضو انا مش عايزة يعني انسى دور وزارة التضامر الاجتماعي دورتنا بين الكباش لان هي كمان احنا فيه بروتوكول بين الوزارة وبين التحالف الوطني تعمل في العالمين في حضور دورة الرئيس ده مصطفى مدبولي عملنا البرتوكول ده عشان يبقى فيه تعاون كمان ما بيننا وبين الوزارة هو هنا الاجتماعات على طول دورية وشغالة زي ما قلت حريك بقى فيه سيستم قوي جدا فيه كل الداتا بتاعة المواطنين والكرة الاكثر احتياجا اللي هي اصلا كرة حياة كريمة فبنقعد بنبقى عاملين خطة وبلاينا احنا نزلين فين الكرة الاكثر احتياجا فين من اهلنا اللي محتاجينها اكتر بقى ننزل كمان مناطق بعيدة وحرودية من اول ديسام ببراحة حريك احنا رحنا اينا كنا مهتمين اكتر بالسعيد للشهردة رحنا اينا طلعنا على الاصر من الاصر اللي احنا اصوان امبالح واول بكرة وبعده في الاصر تاني محافظة بلدو في اسنا بس في الدير والنمسة قارتين مختلفتين فكل ده كل يوم في حتة يعني احنا بجد الجامعات فارد عاملين مرحمة كبيرة جدا الفترة دي انا بعتبرها فارد مرحمة لان انا بشوفها على الارض قد ايه الناس مبسوطة جدا الناس بدأت تحس ان احنا الحكومة كمان مهتمية بيها ده بيعمل انتماء ولا عند الناس اكتر الفترة دي برضو بشكر في حاجة مهمة بالنسبة لي القطاع الخاص لان انا بعتبر ان دايما فيه مثلث ذهبي طول ما هو بتعاون مع بعض بيحصل حاجة كبيرة جدا على الارض القطاع الخاص المؤسسات الحكومية والقطاع الاهلي احنا التلاتة لما بنتعاون مع بعض وبسامل مثلث ذهبي بنعمل فعلا شغل عظيم ده اللي حصل في فارسية والفارسية هي شركة وطنية مصرية موجودة معنا صناع الخير كجمعية اهلية ادموا من خلال المساعدات بالزبط عملنا بيوت عملنا تمكين اقتصادي عملنا مشارك كبيرة جدا دكتوراني فيدن كابلش بشكرها كانت معانا موجودة بنفسها بتفتتح معانا محافظ بأسر متشار مصطفى الهم كان موجود معانا وبيفتتح وموجودين بنفسهم كل ده بيخلي الناس شايفة الحكومة موجودة شايفة القطاع الاهلي وقطاع الخاص موجودين بيعملوا أشياء كبير جدا على الأرض فده بالنسبة لنا بيخلي الناس قديهم مفرحانين وقديهم عندهم انتماء دلوقتي دينا طب قاعدة البيانات اللي انت بتقولي عليها انتوا لما جيتوا بصتوا عليها يعني انت بصص على مصر من فوق احنا اكتر حاجة محتاجينها ايه الاولوية رقب واحد اتنين تلاتة لما بتيجوا تنظموا اولويات حضراتي بص حضراتك طبعا المساعدات مازال المساعدات العينية والنقدية والغزائية ده بقى شيء مهم ما يفعش نبطله يعني احنا حتى دلوقتي كجماعيات عاملين مساعدات شهرية بتوصل بالبريد المصري بكارت بيروح بالبريد الجنبه بيسرف منه ولكن كلنا ولكن في حاجات تانية بقت مهمة بالنسبة لنا هو ازاي يسكن في سكن كريم فعلا حيح ازاي يتعلم يبقى ان نقدر نعمل اي حاجة في موضوع التالي والله اهم حاجة يتعلم مزبوط الموضوع الصحة الموضوع اللي بالنسبة لنا مهم جدا جدا لانه هو من غير صحة ولا يقدر يتعلم ولا يقدر يشتغل ولا يقدر يعمل حال خالص يعني انت متخيل حضرتك واحد مريض قدم سكري ورجله هتتقطع خلاص هو قعد في البيت عد تناظلي عد تناظلي وما يدرش يشتغل وكمان ما يدرش يستفع لأولاده انا لما جيب انا الحمد لله جيب دواء من بره من امريكا دواء غالي جدا يعني شنطة 8500 جنيه كل شهر هو ما يدرش عليه انما لما ادرشه كل شهر والحق قبل مريكا أنا بالنسبة لي عملت له انجاز وخليته كمان يقدر يشتغل وعمله مشروع كمان تمكين اقتصادي المشروعات التمكين اقتصادي بالنسبة لنا في كل المجالات اللي بنعملها الوقت كذا مشروعات يمكن احنا عند رتيح حاليا كمان ملاكز استدامة لإحياء الحلف التراثية في كذا محافظة في أسوان وفي الفيوم وفي البدرشين وفي المنوفية الحمد لله عملناها كصنعة خير الحاجات دي كلها اولا بعلمه صنعة بحي الحلف التراثية تاني في مصر بطلع المنتج ده وابدأ اسواءه كمان خارج مصر فيبقى طالع منتج حلف التراثية صنعة في مصر كل ده بالنسبة لنا هو فعلا صميم العمل الاهلي وهو ده الحاجات اللي بقيت مهمة جدا غير كمان المساعدات اللي هي اللي احنا كنا متعودين عليها بطلعين والقاراتين والحاجات دي طب كلمنا عن بقى الشباب المتطوعين يعني هل في عدد كبير منهم موجودين عملوا ايه احنا أقل عدد بيبقى موجودين في كل كافرة ألفين متطوع وفي جد يعني شباب انا باعتبرهم حاجة يعني كل واحد منهم من كل قرية ولا من عندكم انتم يعني في من الكورة اللي احنا بموجودين فيها لان احنا خلاص بقى عندنا قاعدة شباب متطوعين في كل محافظات الحمد لله كتحالف وطني فهم موجودين معنا في من عندنا من داخل القارة الكبرى وفي من المحافظات اللي احنا بروحها شباب خلاص تبعا تحالف وطني بيلبسوا الفيست بتاعنا كل واحد حتى حسب الجمعية او الموطسة بتاعته بس كلنا في الاخر بنشتغل مع بعض لون واحد هتلاقي بتاع صنع الحياة بيساعد صنع خير هتلاقي بتاع مصر خير بيساعد رسالة وهكذا المرحمة اللي بتحصل بقى على الارض دي بالنسبة لنا ممكن ما حدش هستغلنا احنا احنا شايفين ان احنا ازاي بنساعد بعض دي بالنسبة لنا روح حلوة جدا والروح دي كانت غايبة عننا في الاول دي حقيقة وزي ما قلت بقولها تاني هو اللي حصل ده كله فعلا بفضل بعض ربنا الانتراك وبعد الحياة كريمة وايضا موضوع التحالف الوطني اللي انا بعتبره شيء بالنسبة لي عظيم جدا بتعولوا على ايه نيكست ايه اللي قدام يعني انا النهاردة لما بجمع البروجيكت بقى عندي خطة صغيرة قصيرة الامد وطويلة الامد خطوك طويلة الامد عملة ازاي يمكن احنا دلوقتي قابل نفكر او احنا دلوقتي شغالين على قطار الخير كمساعدات وكخوافر تربية وكالحلاج اللي بتشوفه ده ويمكن احنا نزلين صهاج ان شاء الله على يوم تلاتين بترلات مليانة خير كبير جدا وده اللي انتنا نختتم به شهر ديسمبر ولكن الفترة اللي جاية هي فترة المشروعات وتمكين الاقتصاد ازاي يعمل مراكز الاستدامة ومشروعات تنموية عشان هو ده اللي هيخلي اهلنا يقدر ان هو تعليم يعني هنركز على التعليم كل الحاجات ما هو هذك يعني تعليم الحرف تعليم الحرف يعني انا شايف ان ده اهم استثمار اكتر من استثمار الاكل والشربة المساعدات علم واحد كويس ديله صحة ديله سمك احسا ما تعلمه بالزبط كده هو ده المهم بالنسبة زي ما انا عملت مراكز بالرزق كده في الفرسية كتمكن اقتصادي وان انا ينزل ويقدر يشتغل بنفسه ويصف على نفسه ده بالنسبة لي مهم جدا يعني مجود كبير يا فندم بتقوموا بيه كل الشكر ليك الاستاذ زهاني عبدالفتاح عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي والتموي نورتنا يا فندم شكرا لك شكرا لك